على فكرة يعني الرسالة اللي بعتتها مصر في استضافتها لبطولة أفريقيا لكورة القدم السالة فاتت كترسالة مهمة جدا واحنا كنا بنتكلم انه صحيح الحدث فيه مجمل وحدث رياضي مهم بيهم القرار الأفريقية لكن المكاسب الحقيقة السياسية الاقتصادية اللي بتتحقق من وراء استضافة أحداث كبيرة بالحجم ده مهمة جدا ولا تقل عن الحدث الرياضي في حد زي حيات المنظيم كان رائع جدا يا أحمد ونتمنى طبعا نحن نتكلم على بطولة عالمية هيبقى في وسائل العالم من كل مكان في العالم بالتباحة وتغطي البطولة دي الحقيقة بتعكس صورة مصر بشكل كبير على كل المستويات نتمنى يكون تنظيم ناجح إن شاء الله بإذن الله زي بطولة فعلا أفريقيا إن شاء الله نروح للإنتاج الحربي اللي أعلن عن شفاء 13 حالة من المصابين بفيروس كورونا والحقيقة يمكن ده بشكل كبير نحن نتكلم على كان 18 حالة تقريبا يصارة في الفترة الأخيرة أصيب بفيروس كورونا وده رقم يساعد الإنتاج الحربي على أنها ترجع بسرعة صحيح تأجل الماضي بتاعهم قدام فريق مصر لكن ده يساعدهم بشكل كبير إن شاء الله ونتمنى الشفاء العاجل لباقي الحالات المصابة إن شاء الله إن شاء الله نروح للتعديلات الجديدة على قاعدة تراكم الإنذارات في دوري الأبطال والدوري الأوروبي كان فيه يا أحمد أعتقد أنه دروقتي بقى فيه قوانين جديدة نحن عارفين الشامفينز ليج راجع خلاص يوم الجمعة والسبت ريال مادريد هيلاعب ريال مادريد هيلاعب من سيتي من سيتي برشا هيلاعب نابولي بي أجي هيلاعب أتالنطا يوفانتوس يوفانتوس مش فاكر إحنا فصلنا بقالنا كتير سرعا نحن عندها 8 مطشات بس هنخليني أقول لحضراتكم إيه موضوع التعديلات ده إحنا عندنا الأول مرة بسبب طبعا ضغط الموس المتأجيل المطشات بتاعة شامبيونز ليج عندنا دي اللاجة التانية من دور الستاشر دور الثمانية السنة دي في الشامبيونز ليج هيتعامل بشكل مختلف هيبقى مباراة واحدة هتفصل بين الفريقين المتأهلين لدور الثمانية عشان كده اليوافة قرر إن هو يلغي الإنذارات ما بعد دور الستاشر وده معناه أنه طبعا عشان يخفف على الفرق وعشان يكون كل نجوم الفرق مستعدة أنها تشارك في بقية مشوار البطولة سواء دور الثمانية دور الأربعة أو النهائي إن شاء الله وده معناه أنتوا حضراتكم عارفين أنه في أوروبا لازم اللعيب ياخد ثلاث انذارات عشان يتم إيقافه لو تحولت المطشات في الثمانية والأربعة والنهائي لمباراة واحدة مش مبارتين ذهاب وعودة ده معناه أنه أغلب اللعيبة هيكون عندها فرص أنها تكمل إن شاء الله المشوار لغاية النهائي ده أكيد بيسهل المهمة يوفنتوس افتكرت لك هيلعب اليوم يوفي هيلعب اليوم بيقولوا أنه هيبقى ماتش صعبة لليوفنتوس بس أنا مش حاسة ده إحنا عندنا ثمانية جبار فرصهم كبيرة جدا يعني أنا بتهالي من سيتي عمل سكور حل وقوي في سانتياج وبرنابيو هاعتقد أنه قدر على التأهل عندنا البي أجي عندنا البرسا وعندنا اليوفي بتهيئي الفرقة دي مهمتها لا يبسك كان مفاجأة هو طول عمره الحقيقة يعني الفرقة دي إزاي برضو تعمل فريق كرة قدم من لا شيء وده جزء كبير جدا ليه علاقة بالقدرة على التمويل والقدرة على الاختيار اللي بقت حيئة بتمثل عنصر أساسي فيما يتعلق باختيار الصفقات ومناسبة الصفقات هنروح نشوف إنفو جراف دلوقتي صارة يتكلم واشرح لحضراتكم كده إزاي الصفقات بتتحرك وإزاي حجم الانفاق على أسواق الانتقالات اتغير في السنين اللي فاتوا يعني مقارنة من 2010 ل2019 حننتكلم على حجم تضخم وصل أو كسر حجز 320% تقريب على الرغم من أن معظم التقارير يصار المتعلقة بسؤل الانتقالات في الفترة الأخيرة دي بتقول إن أزمة كورونا أصرت بشكل كبير جدا على قدرة الاندية حتى الكبيرة أنا بكلمك على اندية في حجم الإنتر، اليوفي، المان يونايتد على الانفاق على الصفقات الجديدة نحن فعلا طول عمرنا بنسمع عن أرقام كبيرة بس فجأة كده لقينا الدنيا تغيرت يعني من صفقة نيمار مبالغ طائلة يا أحمد أنا فاكر مارادونا لما تنقل لنابولي بعد كسر عالم 86 اتنقل بـ 15 مليون دولار في صفقة هزت أركان الكرة الأرضية لكن النهاردة بنسمع أنه كسر حجز المية بقى شيء طبيعي جداً يعني جيدن سانشو لعيب دورتموند بنتكلم وهو لعيب طبعاً كويس جداً بس ما هواش لعيب السوبر أنت قداري تقولي عليه أنه صفقة تصل لـ 120 مليون دولار شكراً لكم